بعد التصعيد الاخير الذي شهدته الحدود الجنوبية اللبنانية على مثلث المجيدية يشيك الصراع اللبناني مع المحتل الصهيوني ان يصل ذروته والسبب عودة التوترات في مزارع شبعة وقرية الغاجر الى الواجهة قرية تعتبرها الحكومة اللبنانية جزءا من اراضي لبنان فيما بسط الاحتلال الصهيوني سيطرته عليها هنا الخط الازرق في الحدود الجنوبية اللبنانية الخط الفاصل بين لبنان من جهة وهضبت الجولان المحتلة من جهة اخرى هنا لا يكثرت الاحتلال الصهيوني لاستنكار مستنكر او شجب شاجب في استباحة الاراضي فذلك عرف الاحتلال مشهد يرى مراقبون للشأن اللبناني بان طبول الحرب فيه بدأت تقرع خاصة بعد تزايد دعوات الاحتلال الصهيوني لشن عملية عسكرية ضد حزب الله بذريعة ازالة خيمتين دعوات جاء على اثرها تهديد مباشر من طرف حزب الله بانه سيضرب بيد من حديد في حال تواصل اجراءات قوات الاحتلال بانشاء سياج شائك وبناء جدار اسمانتي حول البلدة كاملة اما على الصعيد الميداني فقد اطلقت قوات الاحتلال الصهيوني عددا من القنابل المسيلة للدموع السبت باتجاه تجمع ضم النائب اللبناني عضو كتلة التنمية والتحرير قاسم هاشم بينما كان يتجول رفقة صحفيين عند الخط الحدودي في مزرعة بسطرة احدى مزارع شبع المحتلة تتسارع الاحداث وتشتد يوما بعد يوم عند تخوم مزارع شبعه في دل تصريحات واخرى مضادة بين حزب الله والكيان المحتل فبينما توعد وزير دفاع الاحتلال الصهيوني يواف غالاني باعادة لبنان الى العصر الحجري في حال تجرأ حزب الله على استهداف الكيان قال الامين العام للحزب حسن نصر الله بان الاحتلال اضحى متخوفا من حزب الله متحججا بعدم اقترابه من الخيمتين ومذكرا في نفس الوقت الاحتلال بحرب يوليو العام الفين وستة وما حققته من نتائج ميدانية اشتركوا في القناة